السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 25 أب أغسطس القمر موجود اليوم في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 1.4 دقائق بتوقيت جرينيتش من ظهر يوم السبت لا يندقل القمر بعديها لبرج الجدي بما أن القمر موجود في برج القوس اليوم فمعناته اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مراحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة ذكرناها في حلقة يوم 17-8 هذه الزاوية زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو طبعا بدأت تاثيراتها يوم 17-8 ومستمرة تاثيراتها حتى يوم 1-9 اليوم ذروتها ساعة 12 و22 دقيقة بعد منتصف الليل هذه الزاوية بتجعلنا نبدو أحيانا خجلين ولكن ممكن أن نرد على أي شخص بثيرنا بعنف شديد وبتدل على تحولات وتغييرات إيجابية على مستوى الدول في قطاع الجيش والأمن الوطني وبتم التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة والصحة ومحاولة تطويرهما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه طبعا ذروتها رح تكون الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم برضو بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية طبعا رح تكون الساعة 10 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للي بكونوا متعبين نفسيا تحديدا أو جسديا طبعا أكثرها هاي بتسبب بعض الحوادث من ضغط اللي بكون على الأفراد وما بنحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا طبعا هاي الزاوية عطارد بيتراجع فتأثيراتها رح تكون قوية نوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم رح تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا أيضا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم إذا تعاملتوا بدون عصبية أو فرض السيطرة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وحاول أنك ما تكون قاسي مع أحبائك وبرضو والأهم ما تحمل وجباتك وبرضو في مسألة ما في داعي للمغامرات المالية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بدك تتجنب الغضب والإنفعال وما تسمح لأي شخص بأنه يستفزك أو يدخل معك بنقاش حاد حاول أنك تكون مرن جدا والتزم الصبر قدر الإمكان حاول أنك برضو تحمي سمعتك وما تشوهها عليك أنك أنت تكون جاهز لك أي تطور طبعا القمر لما يكون موجود مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هي بدك تتحامل على نفسك خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكون تنتبهوا لغداكم ومراحتكم حاول أنك تكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص كثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد لأن الواجبات رح تكثر عندك اليوم والمسؤوليات كثيرة فعشان هيك بدك تحترم الموعيد وبرضو خلي علاقتك مع زملائك بالعمل مارنة ممكن تهتم بعمل جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا طبعا ولكن ما تعتمدوا كثير على الحظ لأنه رح يخذوكم في بعض الأوقات لأن عطارد والزهرة والنبي تراجعوا فهي من المفروض أن يكون فيها بعض الحدود لبعض الأطراف من موليد برج الأسد اليوم بترتفع المعنويات أكثر من الأيام السابقة ولكن دك تكون أكثر مرونة وممكن اليوم تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر شوي الضغوط عليكم المتاعب العائلية خلال هذا اليوم أو في توتر معين لأنها هاي فترة يعني بكون فيها توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعادسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التوتر فعشان هيك لازم اليوم تهتم بالبيت وبصحتك وأبعد عن المصاريف لزيادة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعزز العلاقة مع الإخوة أو مع الجيران وبناسبك لكثيف التحركات وممكن تعبر عن أراءك بحرية وجراءة أمه وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية ولكن بدون عصبية وبدون قيادة سيارة بتهور يعني بدك تنتبه أثناء حركتك وأثناء قيادة للسيارة أيضا اللي عنده امتحانة ومقابلة ما يعتمد على الحظوظ بشكل مباشر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بهيق وضعي بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات هدية دعم معين ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات برضو الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات إلها علاقة بأولوياتك الخاصة أو الميزانية المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار ولكن أنا ما بنصح فيه إلا بعد دراسته بشكل جيد وفي بعض المصاري في المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا بتطالعك فترة جيدة وممكن اليوم تتطلع على الخبر ويكون هذا الخبر بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة بالنسبة لألك فترة نشطة جدا وعندك حماسة عالية جدا ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد ولكن الأهم اتركز بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب ورح يظل في بيت المتاعب لغاية ساعات ظهر يوم السبب عشان هيخ خلال هاي الفترة بدك تحاول إنك تعمل بشكل روتيني وتحاول إنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة من الحضوض خفف وطيرة عملك وما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء الأبكار السوداء والهواجس والتقلبات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإنت اليوم بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهمش إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن صار موجود في بيت السمعة فعشان هيك بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغار على مصالحك وممكن هاي الفترة تكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر إذا ركزت بشكل جيد حاول إنك ما تشوه سمعتك وحاول إنك ما تتصرف تصرفات ارتجالية لأنها هاي فترة ثقيلة على الأعصاب والمعنويات والأهم إنك ما تتذمر على مسمع من أحد وحاول إنك تصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا